اشتركوا في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا ويلا بنا نبدأ ووقفوا قصاد شقت مونة السكرتيرا ودقوا الجرس ففتحت ليهم الباب واتكلمت بدهشة وقالت قاسم به وعدل به من يا مونة؟ هيا يا مونة ما تقولي لها مين؟ ولا مش هترحب بالضيوفة؟ لا طبعا طبعا اتفضلوا مين يا بنتي؟ انا قاسم مهران مدير مونة في الشغل اسفين على الازعاج بس فيه شغل مهم مونة هي اللي مسكها ولازم تعمله حالا اهلا وسهلا يا ابنة اتفضلوا اتفضلوا ودخلوا جوا وقاسم بيبص المونة بقوة وهي مرتبكة بشدة من كشف امرها واتكلمت والدة مونة وقالت تشربوا ايه يا ابنة؟ معلش هنتعبك بس لو ممكن قهوة مصبوط ولا تعب ولا حاجة دنتو نورتونا سواني يا ابنة واستنى قاسم لحد ما مشت وبص المونة وقال طيبة اوي امك يا مونة بس يا حرام هتزعل عليك قريب بصت له مونة بخوف وزعر وبصت لعادل اللي ساكن لانه فعلا معرفش حاجة وابتلعت رئها بصعوبة وقالت قاسم بيب هو في ايه؟ انت عارفة كويس اوي في ايه؟ مين فيهم اللي اتفق معك؟ يا من ولا دنيا؟ ولا الاتنين؟ يا من مين؟ ودنيا مين؟ انا مش احارفة حضرتك بتتكلم عن مين اصلا دايما غبية كده طب يا من مش عارفة وهنقول ماشي لكن مش عارفة دنيا؟ دي عايشة في مكتبي مش تبقي زكية كده وانت بتجدبي؟ وقرب منها وقال حظك الاسود انك لعبتي معايا انا يا قاسم بي انا انا عارفة يا مونة؟ انا مليش في الدم بس انا ممكن اعمل اللي اكتر من الدم اقل حاجة ممكن اعملها اني هرفضك من عندي وعمرك ما هتلاقي ولا شركة ولا حتى محل بقالة يشغلك عنده وانتي عارفة اني قادر اعمل كده ودي اقل حاجة اني اعملها اصلا ها ايه قولك في كلامي؟ حضرتك عايزني اعمل ايه؟ وانا هعمله برافو يا مونة انتي هتيجي معايا كده زي الشطورة تحكي لها على كل حاجة هي مين؟ جودي هانم مراتي وبدون كلام هزت مونة راسها بالموافقة ودخلت عشان تغير هدومها وبعد وقت كانوا نازلين من العربية ودخلوا للفيلا فبص مجدي للبنت اللي معاهم ودحك وقال ايه يا قاسم انت جايب واحدة تثبت لنا انك جامت؟ ما خلاص يا سيدي عارفنا عارفنا ما العادل على قاسم اللي كان غضبان بشدة وقال له قاسم مش ده ابوك سيادة المستشار هو ايه اللي جراله ضرب استروكس ولا ايه اه من الصبح عملني تريقته ونازل ضحك علي بس ماشي افضاله بس ما تضيقش نفسك يا قاسم يا ابني وما تثبت ليش حاجة ده انا ابوك وسطر وغطى عليك ما تقلقش فيه اماكن بتعالج الحاجات دي ولا من شاف ولا من دري ان الله حليم ونسطار غضب قاسم من كلامه ولكن ما ردش عليه ونادى بصوت عالي وقال يا وداد وداد نعم يا باه وداد كمان اتنيل انت قادر على وحدة؟ الله والنبي يا عمي خليك كده يومين النسخة دي احلى من نسخة المستشار قوي اتنفس قاسم بغضب وقال لوداد وداد اطلعي صحي جودي هانم وخليها تلبس وتنزل حاضر يا باه وقف عادل جنب مجدي وهم من بيبصوا لوداد وهي بتطلع السلم فوضع عادل ايده على كتف مجدي والد قاسم وكأنه صاحبه ومن نفسه عمره وقال بس جنب دوداد امها اجمد الصراحة ضحك عادل وقال ده انت لعيب قديم وانا اقول برضه قاسم طالع لمين ولد ايه اللي بتقوله ده انا سيادة المستشار مجدي مهران ايه الكلام الفارغ ده عادل وهو بيقرسه في جنبه فضحك مجدي وقال مستشار ايه بقى ما خلاص لا ده انا هفكيني من ابنك ده وقى صاحبك انت يا لعيب انت يا قديم ايوه امان انت فاكر الودة طالع لمين بس بقى ايه عائلين هربرين من المدرسة انا في مشكلة وانتوا قاعدين تتفرجوا وقطع كلامهم نزول جودي وهي بتبص المونة اللي واقفة جنب قاسم ووقفت قصادهم وحيت مجدي باحترام اللي مال على عادل وكأنه صاحبه وقال لا بس جامدة صغيرة بس وزة واعواق في الودة برضو اموت واعرف عامل دماغ ايه ولد عيب لا عيب ايه ما كنت كويس هو حبة كده وحبة كده خلصت وشوشة ولا لسه قال كده بغضب وبصل جودي اللي بتبصل لهم ومش فاهمة حاجة وقال جودي انا جبتلك مونة لانهم كانوا متفقين معها هي هتقول على كل حاجة وهتعرفي اني ما عملتش حاجة قولي لها يا مونة قولي لها يا مونة على كل حاجة ما تنطقي اه دنيا دنيا هنم اتفقت معايا اني بعد ما تمشي اتصل بالسواق بتاع قاسم بي واقوله ان المرتبات نزلت وبكرة اجازة وانا عارفة انه محتاجها جامد ونص ساعة والقبض هيخلص وانه لو اتأخر مش هيلحق يقبط سكبتي ليه ما تكملي والله يا قاسم بي ده اللي عرفه دنيا هنم رفضت تقولي اي تفاصيل تانية حتى لما حاولت اعرف قالتلي ان ده دوري وبس كده وهاخد عليه مبلغ محترم وانا والله ما عرف اي حاجة تانية مسك قاسم شعرها بقوة لحد ما صرخت وقال انت هتستعبط يا بيت انت ايه قاسم سيبها دي بتلعب معايا انا انت احسن لك قاسم انت تجننت هتمدي ايدك على واحدة يا قاسم بعد عادل بصعوبة عنها وقالت بخوف وهي بتاخد نفسها بالعافية والله يا قاسم بي انا حاولت اعرف حتى من باب الفضول وعشان ما بحبش يبقى دخل لعبة على عمايا بس هي مرضتش تتكلم وقالتلي هو ده دورك في اللعبة وبس دنيا سفرت لبنانا النهاردة الصبح ومش هتعرف تجيبها دلوقت يا قاسم بس قاسم تجاه جودي ولقاها بتبصر لها وهي تايها مش عارفة تصدقهم ولا لأ وخايفة ان تصدقهم وتكتشف في النهاية انها لعبة جديدة من قاسم ولكن قررت وقالت بعد اذنك يا جماعة انا عندي مذاكرة نعم يا اختي يعني بعد الفيلم ده كله هتمشي كده من غير ولا كلمة بصتله وما ردتش عليه ووجهت كلامها لمادي وقالت عن اذن حضرتك يا عم اتفضل يا بنتي جودي استني عندك المفروض تستأذني مني انا انا اللي جوزك لو سمحت يا قاسم انا محتاجة ابقى الوحدي وفكر سيبها يا قاسم انا فهمها هي فعلا محتاجة تفكر مش جايز انت اللي محفز البنتي دي الكلمتين دول ماشت جودي وصرخ قاسم وقال ايه اللي بتقوله ده انت ابويا انا ولا هي معايا ولا معاها انا راجل قانون بشتغل بالادلة والبرهين وانت دليلك والشاهد اللي معاك مش قوي عشان كده انا لحد دلوقتي معاها هي ايه يا سيادة المستشار مش دي جودي اللي ما كنتش موافق عليها وما زلت بس المعلوماتك انا كنت معترض لانها بنت بريئة وطيبة ونقية ومش هتستحمل العالم بتاعت وهو اللي حسبته لقيته ومشي مجدي منقصات قاسم ودخل لمكتبه فبس قاسم لمونة وقال بغضب مش عايز يشوف وشك في مكان تاني فهمه حاضر حاضر ومشيت بسرعة بخطة مهزوزة وبس قاسم لعدل وقال تعملي بكرة اعلان سكرتاريا وعايزه راجل فاهم مش نقصة صراحة حاضر بس تعالا كده نخرج عشان تهدأ وتفكر هتعمل ايه عادل انا مش رايح في حتة يلا يا قاسم مش شايف حالتك مش هينفع تقعد معها وانت بالمنظر ده كده هتبوز الدنيا اكتر وخرج قاسم مع عادل عشان يهدأ ويفكر كويس اما فوق كانت جودي قعدة على مكتبها اللي خصصه لها قاسم عشان تذاكر دروسها وفضلت تقرأ شوية وتفكر شوية لحد ما نامت وهي في مكانها وفي منتصف الليل رجع قاسم وطلع لقضوته بشوق كبير وهو بيدور عليها في كل مكان لحد ما افتكر مكتبها الصغير اللي جنب جناحه وتوجه ليه بسرعة ووقف يتأملها بحب وهو مبتسم على عيقتها وهي نايمة على مكتبها فشلها بخفة وحب واتجه للفراش واخدها في حضنه وكأنه خايف انها تهرب منه او يكون حلم جميل ويصحى منه اما جودي فصحية الصبح وهي بتبتسم براحة عجيبة مش عارفة ايه سرها ولكن ثواني وعرفت السبب لانها نامت في حضن حبيبها وافتكرت انها نامت على مكتبها فبالتأكيد هو اللي شلها ولكن افتكرت بسرعة احداث الامس فقامت وقدت روتينها وراحت لمدرستها وصحي قاسم في منتصف اليوم على صوت رن التليفونه برقم غريب ورده قال قالوا ايوه انا وليه امرها ايه انا جاي حالا قام بسرعة ولبس اول هدوم جاد في ايده واخد تليفونه ومفاتيحه ونزل بسرعة وهو متجاهل نداء والديه وبعد شوية وصل للمستشفى وهو شايف قصاده رتال ومليكة اصدقائها في المدرسة وهم واقفين خارج احد الغرف فتكلم وقال في ايه ايه اللي حصل كنا بنلعب وحنا نزلين من على السلم فتزحلقت ووقت على السلم كله فوقع قلب قاسم في رجله واندفع للداخل ولقي حبيبته وراسها مضمضة بشاش وقعد على الفراش والطبيب بيقوم بمعاينتها فاتجه اليه بسرعة ولحفة واخدها في حضنه بخوف وقلق وهو بيبصها ومليكة وريتال وقفين وراه وتكلم قاسم وقال سلامتك سلامتك يا روحي سلامتك يا عشق قاسم بعد عنها شوية وبصل لها لانه فاكر انها لسه غضبانة منه ولكن اتصدم واتسعت عينه وهو بيسمحها بتقول انت مين مين دا يا رتا مين دا يا مليكة والحدي هنا خلصت حلقتنا بس القصة لسه ما خلصتش يا ترى جودي هتعمل ايه فقاسم ويا ترى قاسم ناوي يعمل ايه كل دا هنعرفه في الحلقة الجاية باذن الله يا رب تكون الحلقة عجبتكم مستني يا رأيكم ان كانت حلوة ولا لا وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة بحبكم قوي مع السلامة